اللهم صلى الله عليه وسلم باركا سيدنا محمد عبدالسلاط والسلام. هنا اعمل كيكة نسكة فيه يا بنت. اربع بدأت عليهم فانيليا مع علاقتين نسكة فيه. مجي كبير سكر يا بنت. نفس المجي ده هناخد منه نصف مجي الزيت. وكوبايتين زبادي. هضرب البيت بالفانيليا حلوة قوي قوي قوي. يعني نضربه جامد جدا. يستحسن نحن نضربه بمضرب زي ما انتم شايفين كده لحد ما يعمل فوم. هننزد بالسكر واحدة واحدة ونرجع نضربه جامد حلوة جدا. الم مجي ده هنعيس به برضو نصف كوباية نصف مجي زيت او الا ربع زيت. مجي الا ربع زيت. هنضرب اول حد ما السكر يختفي لازم يختفي يا بنات ويعمل الفوم كبير ويبقى ابيض. بصبها ابيض ازاي. هنروح نزلين بالزيت واحدة واحدة ونبتيجي نضرب تاني. الدرب هو اللي بينجح لي الكيكة خلي بالنا من النقطة دي. هضرب جامد جدا تاني برضو الزيت والسكر والبيت والفانيليا. بعد كده هنروح نزل بكوبايتين الزبادي بالميا بتاعته هنروح دربة دربة خفيف خلاص. هنروح جايبها كوباية ونص دقيق او كوبايتين اللي ربعي دقيق. عليهم كيس بكمبودر عليهم زرت ملح خلاص هنروح نزلين هنكون نخلاهم وروح نزلة بالدقيق في الخليط ده. بصة هنا جبت اللي هو المضرب الال العادي بقى عشان هننزل بالدقيق. هنزل بالدقيق. هنزل بالدقيق حطي عليه زرت مالح. هنزل عليه واحدة واحدة. وانزل بكيس البكمبودر وروح مقلبة. انا هعمل النهار ده الكيكة دي نصف هنسك فيه ونصها عادي فانيليا عادي هضرب لحد ما خلاص الكيكة تبقى معايا السمك اللي انا عايزة يكون محضرة صانية مقاسة 24 حط فيها زي ما تشايفين زيت او سمنة ودقيق مبطنها حلوة او ايو مشغل الفرن على درجة حرارة 180 نزلت بنص الخليط كده هو زي ما انتم شايفينه في الصانية وبتجي اساويه وروح مسكة معلقة نسكة فيه او معلقتين نسكة فيه بصوا في تلات معلق مية دافية عشان يدوب النسكة فيه وانزل على الخليط دا طب يا حنان الخليط كده خفى حط دقيق لأ متحطيش دقيق متحطيش اي حاجة وما تخافيش نبتجي بس نقلب حلوة قوي قوي لازم نسكة فيه يختلط جدا مع الكيكة ونروح نزلين جوا جوا العجين اللي فيه فانيليا نفس الطريقة دي يا بنات ممكن بلاش نسكة فيه وروح نخط كاكاو بنفس الطريقة بس جرابها بنسكة فيه رائعة حلوة جدا وبتجي انزل بالخليط زي ما هو كده انزل بكل كله وبتجي روح مسكة سكينة رفيعة عصاية شيش طاوك مش عايزة خالص خليها زي ما هي كده بس انت بس قلي بيها كده وضياريها كده زي ما بقولوا اللي هما ايه يتساوي يختلطوا في بعض هي بس مجرد شكل فقط لغير تدخل الفرن يابنة درجة حرارة 180 رف بسط ما يتفتحش عليها خالص لحد ما تطلع كلها تبقى زي الفل تمسكيها من جوة تحطي لها سكينة رفيعة او شيش طاوك من جوة لقيها بقت مستوية زي الفل تسبيها تهضى خالص نبتدي نسلكها من الجوانب بعد ما تبرد تماما ونحطها في طبق التقديم ووريكم بقى شكلها تحفة بسو شايفين لونها حلو ازاي ودهبي ان كل المقادير فيها مزبوطة رائعة سيبها تبرد تمامنا شايلها من على البوتاجاس طبعا هي بصوا تلعت ازاي عالية منفوخة ومنفوشة وهشة وطرية ويبصوا بشايفين اللونين لون النسكافية يبقى شكله ايه ولون الفانيليا في منتاج جمال بسي من جوة شكلها حلو جدا جدا وفعلا كيكا تشرفي جربوها يا بنات بس زي ما قلت لكم تتبعوا الخطوات اهم حاجة الدرب المبرح للكيكا هيتديك نتيجة حلوة قوي ودرجة الحرارة تبقى مزبوطة جربوها مع كوبية شاي الفاني وشي فاليكو بحبكا قوي قوي في حبز الله ورعايتو انا حانا الرمضان اشتركوا في القناة